سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية علاج اضطراب ثناء القطب ويكون العلاج إما بالأدوية أو علاجاً نفسياً وبالنسبة للأدوية فإن أكثرها شيوعاً وأقدمها أيضاً هو أملاح الليثيوم ويعد العلاج الرئيسي للطراب ثناء القطب منذ خمسة قرون وهو الأكثر فاعلية من بين العلاجات المتاحة فهو الأفضل للتحكم بنوبات الهوس إلى أن العلماء لا يعلمون سبب فاعليته ولا آلية عمله على المستوى العصبي لكن وفقاً لإحدى النظريات يحفز الليثيوم إفراز السيروتونين عن طريق زيادة إنتاج مكونات السيروتونين وقد يكون يزيد من إفراز السيروتونين بطرق أخرى وهناك نظريات تقول أن الليثيوم يعزز استرداد النور إبنيفري وسنختصره بـ N-E وبالتالي يقل تأثير النور إبنيفري مع الوقت تفترض نظريات أخرى أن الليثيوم يؤثر على مناطق مختلفة من الخلية العصبية حيث لا يقتصر تأثيره على نقاط الاشتباك العصبي فتنص إحدى النظريات على أنه يؤثر على قنوات السوديوم الموجودة على طول المحور العصبي والتي تساعد على تحريك جهد الفعل عبر الخلية العصبية أياً كانت الآلية فهي تعمل على موازنة الحالة المزاجية للمريض وهي سريعة المفعول حيث يظهر أثرها خلال أسبوع أو اثنين كما أنها تغني عن التأثيرات الجانبية السيئة للعلاجات الأخرى وبالأخص نوبات الاكتئاب والشعور بالخدر وتعد هذه نقطة مهمة للغاية فعند علاج اضطراب ثناء القطب من الممكن أن تعمل الأدوية على إحباط المرضى وتصبيطهم بشكل كبير أو رفع مزاجهم بشكل كبير ولكن للليثيوم أعراض جانبية أخرى أولها أنه يؤثر في استقرار الحالة المزاجية وقد يعود السبب للطريقة التي يتناول بها المرضى الليثيوم فبعضهم يتناوله بالطريقة التي يتناول بها أدوية الصداع فإن أصيب بالصداع يتناول الدواء لتخفيفه وإذا شعر بتحسن يتوقف عن تناوله ولكن ليشعر المريض بالتحسن عند تناول الليثيوم والأدوية الأخرى التي تساعد في موازنة المزاج فعليه أن يواضب عليها ولا يمكنه التوقف عن تناولها إن شعر بتحسن ومن أهم الأعراض الجانبية لليثيوم أثره على الذاكرة فقد يسبب فقداناً في الذاكرة وقد يؤثر على تخزين الذكريات الجديدة وفي بعض الأحيان قد يعمل الليثيوم على إيقاف التغيرات المزاجية الطبيعية ما يؤثر على حياة المرضى فهم لا يستطيعون الشعور بالفرح في أعياد ميلادهم مثلاً ولا الشعور بالحزن لحزن أحبائهم هذه التغيرات المزاجية جزء من الحياة اليومية وافتقادها يؤثر على حياة المرضى بشدة يتردد بعض المصابين في الخضوع للعلاج وإنهاء نوبات الهوس التي تصيبهم وذلك لأنهم يعتبرونها أمراً إيجابياً فبالرغم من أنها قد تكون مدمرة إلا أنها تزيد من إنتاجية وإبداع المصاب ولعل أخطر الأعراض الجانبية للليثيوم هي السمية قد يؤثر الليثيوم على أداء الكلا والغدة الدرقية وقد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف ويشكل ذلك خطورة أكبر للمرضى الذين يعانون من الجفاف أصلاً فعلى الأشخاص الذين يتناولون الليثيوم أن يحرصوا على تناول الماء بكثرة ولتفادي أي مضاعفات يخضع المرضى الذين يتناولون الليثيوم لمراقبة الأطباء ومن مشكلات تناول الليثيوم أنه لا يعالج نوبات الاكتئاب فهو يساعد في علاج نوبات الهوس ولكنه لا يساعد في علاج الاكتئاب الذي يعد جزءاً من الطراب ثناء القط فالمرضى الذين يتناولون الليثيوم عليهم أن يتناولوا مضاداً للاكتئاب أيضاً وقد يؤدي هذا لمشكلتين الأولى أن بعض مضادات الاكتئاب الأكثر استخداماً قد تسبب نوبات هوس للمصابين بالطراب ثناء القط ويحد ذلك من خيارات العلاج والنقطة الثانية أن المصاب سيعاني من الأعراض الجانبية لمضاد الاكتئاب بالإضافة إلى الأعراض الجانبية للليثيوم هناك أدوية أخرى تستخدم في علاج الطراب ثناء القط وحقق بعضها نجاحاً وخصوصاً تلك التي تحتوي على مضادات التشنج ومضادات الذهان والبنزوديازيبينات ولكن وكما ذكرنا سابقاً يبقى الليثيوم العلاج الأفضل سأنتقل الآن للحديث عن طرق العلاج النفسي أشرنا في دروس سابقة أن هناك بعض العلاجات النفسية الفعالة لعلاج الاكتئاب وقد تكون أحياناً بفاعلية الأدوية لكن هذا لا ينطبق على الطراب ثناء القط فجميع أشكال العلاج النفسي بدءاً من العلاج النفسي الديناميكي إلى العلاج النفسي الحديث غير فعالة في علاج ثناء القط إحدى طرق العلاج النفسي الفعالة في علاج الاكتئاب هو العلاج السلوكي الإدراكي واختصاره CBT ويركز هذا العلاج على معالجة الأفكار والسلوكيات التي تسبب المشاكل بالنسبة للمريض ولكن حتى وإن كان فعالاً في علاج أعراض الاكتئاب المصاحبة للإضطراب ثناء القط فإنه غير فعال في علاج نوبات الهوس إن هذه العلاجات النفسية وإن كانت لا تساعد في علاج أعراض ثناء القط بشكل مباشر إلا أنها تشكل جزءاً مهماً من علاج هذا الإضطراب بشكل عام فمثلاً يساعد CBT في دعم المصاب بعد انتهاء مرحلة الهوس ويساعده على إصلاح أوضاعه الاجتماعية والمالية التي تكون قد تضررت خلال نوبات الهوس لكن تبين أن أكثر أنواع العلاج فاعلية للإضطراب ثناء القط هو العلاج العائلي هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن المواقف والتجارب الصعبة تسبب نوبات هواس للمصابين بثناء القط ولأن العيش مع شخص مصاب بثناء القط قد يكون مرهقاً للعائلة قد تكون عائلة المصاب سبباً في تفاقم هذا الإضطراب وبهذا تستنتجون أن إحدى أفضل الطرق للتحكم في هذا الإضطراب على المدى القريب والبعيد هي تزويد العائلة بما يلزمها لتتمكر من تقديم الدعم والمحافظة على جو المتزن للفرد المصاب نصل بهذا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر